السلام عليكم ورحمة الله فيديو جديد من البوكسنة الجرية وفي هذا الفيديو سأتمنى مراجعة 2 RGB فيدولات من نيور و 1 من النزي سو بي توند إذن في هذا الفيديو عندنا أول شيء هو RGB الموديل RGB 61 لأنه فيه 61 LED الاثنين متشابين جدا جدا في المواصفات يعني خلا نبدأ الأول ب النيور ده طبعا شركة بتصنع أشهر المعددات التصوير الإكستورات يعني سواء كان استيبلايزر أو جيمبل في النهاية أقول السعر السعرين متقربين جدا بيتراوحوا من 25$ إلى 30$ بحد أقصى حين بيوصل الخصومات إلى 28$ للر جي بي فيديو لايت ان شاء الله يكون فيه فيديو مفصل لكن بعد استخدام أكثر من شهرين فهنشوف ايه هو المواصفات أو الفرق من الاثنين و نستخدم اي ر جي بي فيديو لايت لاختلافات نشوف ايه الاختلافات ما بين الاثنين هنا فيه يتم توصيله بحاجة اسمه الكودشو في الكاميرا الجو برو هنا ممكن تتركب هذه القواعدة في الكاميرا أو ممكن فيه ترايبود عن طريق هذه الوصلة اللي هي 3.8 إنش دانيور اللي باللون الأصفر وده يولنزي اللي باللون الأزرق اللون مفترضي يكون واضح تقريبا خلال نزود الإضاءة شوية اللي هو الار جي بي باللون الأصفر وده يولنزي الفرق خلال نشوف أولا الفروق الجاهرية أو في الستايل تصميم أولا النيور السلكة طبعا USB-C اللي هو تشارجر ممكن نعتمد تصوله بالUSB في اللابتوب أو في الكمبيوتر وده يولنزي وهنا ده الوصلة يولنزي الاثنين تقريبا بيشحنوا في نفس المدة لها تقريبا ساعتين طب الشحن لو السترينز مية في المية ده يقعد ثلاث ساعت تقريبا وده يقعد برضو نفس المدة يعني الشحن والتقارب فيهم لكن لاحظت شيء في نيور لو زودنا السترينز ممكن حتى سبعين بيسخن بسرعة وسخونة بتكون ملحوظة ولكن ده المتيريال هنا ممتازة جدا الاولنزي المتيريال فخمة تحس كنا متل ولكن نيور البلاستيك نوعا ما رديق وشدتها أو الإضاءة والقواليتي لللايت هنا القواليتي لللايت مش أفضل شيء في فرق واضح يعني ده قواليتي الإضاءة من الاولنزي الإضاءة كأنها صفت واللد كأنها هاي قواليتي ولكن اللايت هنا مش أفضل شيء كأن الإضاءة فيها نويز ده الفارق مع الملاتين الفارق كل جوهير طبعا برضا خلنا بالأول قبل أن نقول مدة التصوير ايه هو المواصفات في الـ RGB فيه ثلاثة أوضاع من التصوير اللي هو الـ RGB الوان من 0 إلى 2.60 High Saturation Value بنسبة الكويم من 0 إلى 2.60 البيكالر اللي هو أسوأ كان درجة تحالة الورفة من 1500 زي مكتوب من 1500 إلى 8500 ده الـ Color Temperature وضع تصوير اول وضع تصوير وضع تصوير اول وضع الارجي بي وهو وضع في جميع الالوان كما اكتب هنا وموجود هنا من الصفر وكل لون متدرج هنا انا ممكن اغير في الكلر هنا كما هو وضع دعنا نشوف الوضع الثاني وهو وضع باي كالر بمعنى ان اللون يكون على حسب درجة تحت الورفة ونضطنوا انه الويت بالانس من 2500 كيلفن الى 8500 كيلفن ده الوضع الثاني الوضع الثاني الوضع تصوير زي ما نشوف دلوقتي ده كده اوضع تصوير كوب كار أمبيولانس هكذا هنا فيه 13 اوضع تصوير وضع تصوير في الولانزي بالنسبة للشاشة الشاشة هنا الشاشة افضل من الولانزي لكن بالنسبة للمساحة تقريبا نيور برضو بيغط مساحة مساحة الجهاز اكبر شوية لكن انا بقول ان اضاءة الوضع افضل في الاضاءة من اضاءة الولانزي موديل في ال 49 زي ما قلت ان السعر الاثنين قريب جدا تقريبا 25 دولار السعر متشابه ممكن السعر ده يكون اقل اثنين دولار اثنين دولار اثنين دولار لكن السعر في نفس الرنج من اثنين وعشرين الى ثلاثين بحد اقصى لو ما فيش اي خصومات نقطة لانت سيتأولى برضو ان هنا اوضع تصوير عشرين وهذا تصوير في بعض اوضع زيادة سبع اوضع تصوير زيادة عن الولانزي ده كده ببساطة الفرق الجوهري بعد تجربة ادامة اكتر من شهرين ده احد الفرق الجوهري ما بين النيور والولانزي وانا برشح صراحة لو هشتري فيديو لايت 1 فور يور فيديو اذا ارشح الولانزي بسبب التصوير والفرق الجوهري في السعر ما بينهم اسمه حراماتي الفرق الجوهري التصوير بان الوقتس عن اليور في الا انبحث في الري شاهر بخير اذا اوضع الوران اصلاح ان اطلاعنا اعطاق قد يدل في هذا الفرق الجوهري سأعطي سبع ريش في هذا الفرق الجوهري في هذا الفرق الجوهري ترجمة نانسي قنقر